عاملة ايه؟ الحمد لله. كله حلب؟ كله حلب. مبسوط. انا مبسوط. و انا كمان. لا بجد. والله يعني عالف انتي مبسوط جدا النهاردة. كان نفسي قوي نقعد مع بعض القادة دي. او انا بصراحة عجبني الفكرة قوي. يا رب تقولي كده في اخي. اوكي. انت عافة جاهلة؟ نشان نتكلم بصراحة. جدا. بصراحة جدا. ايو انتي او بحدي جاوب بصحة لفكرة. بجد. ايو طبعا. انسان نتكلم بصراحة. دي الاجابة صحلة او. الهلأ بصراحة. اقول لك. هنا زي مثلا ايه. زي المرايد. انا زي المطلق في دوم المراية. وتكلم مثلا. بتعملي كده. لا. خالص. خالص. تعملي كده النهاردة. باللزيز. سهل النهاردة بقى هنعمل حاجة تانية. انتي اسمك ايه؟ سلمة متولي. احنا النهاردة بقى هنشيل الجوب تايتل بتاع سلمة متولي. ميكيب أورتست. وهنخليه اول جزء بس. سلمة متولي. اوكي. بس. يا رأيك الفكرة دي. حلوة او. اتفقنا. يا رب تبدل حلوة. هتبدل ان شاء الله. او لا والله هل جد. بس اعجز اقول لك الحاجة. انا واحد من الناس. احنا انا عرفك من بدر يسعون. جدا. بس في حاجات نفسي اعرفها عن سلمة. يعني في حاجات انا نفسي. نفسي اعرفها كده. حاجات حاجات اعرفها مثلا من على وش. بس نفسي اعرفها. بشت تفاصيل فيها. اعزت اعرف ايه. اعز اعرف ايه. اول حاجة اعرف ايه. سلمة كويسة الحمد لله. يعني نقدر نقول انا احسن كتير دلوقتي. من فترة فاتت. اوكي. يعني سلمة دلوقتي نفسيا داخليا مرتاح. بالزبط. من كل حاجة. من كل حاجة. مش كل حاجة قوي يعني مش دايما بتبقى انت مرتاح مية في المية من كل حاجة اكيد. بس انا احسن كتير من الاول. اه لاني اتغيرت كتير عن الاول. كسل ما يعني. شخصيا اتغيرت. كتير. تفتكري الاول كانت قراراتك كانت صعبة شوي. كانت وحشة قوي. لا الكرارات. الكرارات دي ام. هقولك حاجة. ده لو كنت بتاخد قرار اصلا. اه بغض نظر بقى ازا كنت انت اخدت قرارات غلط ولا لا. بس اه بس مفيش حاجة يعني مفيش قرار بناخده او عمتا انا بشوف كده. انا مفيش قرار انا اخدته قبل كده الا لو تعلمت منه سواء كان صح او غلط. بس ممكن يبقى ساعات الواحد بياخد قرار يعلمه بزيادة شوية او بيبقى. يقرسه. بالضبط. حصل اكشن كتير الفترة اللي فتت. اهو اوي. اه بمعرفتي بيكي كنت بحس ان في دوشة كتير اوي. وزحمة كتير اوي. مايجبت وقولي. او انا لو ما كان سلمك ممكن يحصل لي حاجة. ايه الدوشة ايه كمية الاحداث الرهيبة اللي بتحصل دي. حاجات كتير وكلها ورا بعض. ده حقيقي. اه بص هقولك حاجة انت محمد عارفني من زمان اوي. عشر سنين. عشر سنين. اه من قبل ما يعني من قبل ما يعني من قبل ما يبقى فيه سلمة متولي. اول مرة اشتغلنا فيها وبعد كنا لسه يعني بجد لسه على الاخر. اه خالص. اه هنا ما كانش لسه يعني كنت لسه اللي هو البنت اللذيذة اللي عايزة تشتغل اللي عندها طاقة. اللي. طاقة كتير. كتير اوي. وعذرتك الحاجة. من قبل ما. انت فاكرة اول مرة قابلنا كان فين. طبع. اكيد. اه غير غير طاقتك. انتي ساعتها قبل اي حاجة. اه واسقة مش واسقة بس في نفسك. واسقة انك اصلا هتعملي حاجة. من قبل اي حاجة. انا عارف انا لسه اصلا مجيتش. بس لما يجي لانا هعمل كده كده. بس عارف. انا اه ساعتها انا صدقني ما كانش في دمائي خالص ان انا ابقى معروفة او يعني حتى مش هقولك مشهورة. اه معروفة حتى بالنسبة للناس. ما كانش ده في دمائي خالص انا كان طموحي ساعتها ان انا كنت عايزة اعمل حاجة بحبها. اشتغل حاجة بحبها. وانا مبسوطة كده انا كنت ساتسفايت جدا بالان انا في ساعتها. ممكن يكون ده جالي علشان انا مطلبتوش او ما ساعتلوش اصلا. صدقني لحد النهاردة يعني مش عارفة. بس اه انا كان كل اللي كان نابسي في ساعتها ان انا اشتغل ان انا يبقى شغلي دايما حالو. ان انا ابقى مبسوطة بالشغل وابقى بشتغل شغل بحبه. والحمد الله ستل لحد النهاردة بشتغل الشغل اللي بحبه ووصلت لده. اه مع اختلاف بقى طبعا زي ما قلت الدوشة اللي بتحصل يعني انا اه بعد الفترة دي بكتير قوي. في ناس بتخش وتخرج من حياتك. ما كنتشت انت تتخيل ان الناس دي تخرج من حياتك في يوم الايام. خالص. اه بس في الاساس الناس دي دخلها كان خلط. بس دايما انا بحس ان احنا الاول. احنا انت ممكن مساعتيش ان انت تتعرفي قوي. او تتشهر او عشان دايما بيقولوا لما تيجي اه داخل في حاجة ما تطلبش حاجة بعينها من ربنا. قلت له من ربنا يوفقك دايما. بس ما وصرقش الحتة. يعني ممكن تدبير ربنا توصلك الحتة ابعد بكتير. زي ما كناش مسلا نحلم نوصل للحتة الفلانية. بس توفيق ربنا ودنا في حتة ابعد بكتير او هفكر ايه بحاجة. فاكرة خلي نسأك سؤال الاول. اه قوليلي كده انجح حاجة حصلت. يعني انجح مرة حسيت اكتر مرة حسيتش فان انت واو ايه نجحت انا وصدت هنا ازاي. اه. فاشن شو انت كنت معايا فيه. كنت عمي انها تقولي كده على فكرة. بس هارجع واقولك اه ده كان يعني كنت حاسة قدقين يا انا اليوم ده نجحة جدا. والناس كلها هيتصار معايا. وان انا اتعرفت قوي وكده وانا كنت صغيرة جدا كمان ساعتها. بس اه في حاجات بتحصل بتخلي الفرحة دي ما يعني ما تحسش بيها. اه ممكن افكرك بحاجة اليوم ده. فكر ليه. فاكرة اللحظة اللي احنا ما كناش عارفين اصلا ايه اللي هيحصل ساعتها. كنا في باكستيج وندح علينا. اه احنا انا فعلا ما كنتش عارفة ان انا هطلع. احنا مكناش عارفة احنا اطلخبطنا قوي. اه طب نروح في اللي هو ايه ده. بس صدقني. بص هي كانت لحظة ان انت تطلع على الاستيج وقدامك الناس كلها. اه احنا كنا صغيرين كمان. جدا وكمان كان فيه سيلابرتيز وناس تقيلة جدا في الفاشن شو. فدي كانت موقع حلوة. وكمان كان معايا كل التيم معايا. كل الناس اللي ادربت تحت اي دي. فده بالنسبالي كان نجح حلو. حسنتي بياس المساعدة. اول كده يعني انا فكر لحظة. انا عود لانسر اليوم ده طبعا. انت اول ما انت نطق اسمك. انت يا سلمة تربيتي اول تلخبطتي جدا. طلعتي. استرات فتحت. دخلتي. رجعتلي بتعياتي. يعني رجعتلي بتعياتي. يعني رجعتلي بتعياتي. وانا قلته حصل لها ايه مرة. ايه اللي حصل مرة. اه لا كانت لحظة لها هبتها كده. يعني زي ما بنقول لحظة كانت مهيبة قوي. وزي ما انتقول احنا مكنوش عارفين ان احنا هنطلع. اكيد. بس كنت حاسة ان انا ايه ده اللي هو ايه ده. انا عملت انا عملت كده. يعني انا طلعت ووقفت الوقفة دي. وما فيش حد يعني مفيش حد في سني ساعتها. وما فيش حد بالتايتل بتاعي كميكوب ارتست ووقف الوقفة دي. بعدها هبقى وقفوا كتير. انتي انتي يا سلمة ساعتها يعني اوصف لي كده. من جواكي حاستي بايه. حاستي سلمة وصلت خلاص انا كده وصلت للتوب انا روحت في حتة محدش رح لها. لا انا لحد النهار ده عمر لي ما حاستي ان انا انا وصلت اه او انا كده وصلت اللي انا عايزة دايما فيه اكتر. دايما حاسة انه لا لسه لسه بدري. اكيد لو وصلنا لو عرفت ان احنا وصلنا في حتة عمرنا ما هنطلع براها. شايفيت موح. بالزبط. ما هو دايما التموح ده بيجي لك لما يقولك الباب بيفضل مفتوح. مفتوح مفتوح لتفكيرك لدماغك. انه خلاص انا لسه ما وصلتش. عايزة اكتر. عايفك يا زوريك الحاجة. دم مش بيندارك تحت بندة طمعة خالص. ده مش طمعة. لا لا لا. نعم. الطموح عمره ما كان طمعة. عمره ما كان طمعة. بالزبط. انت شخص شاطر. اه مقدر نفسك ومقدر موهبتك. اه بتبقى عايز دايما اكتر. فانا شايفة ان ده انت بتسعى. وربنا بيقدر السعي بتاعك ده بان هو بيجيب لك نجاح. فانا شايفة انه النجاح عمره مكان. اه يعني انت عمره اه احنا ناكحين. الحمد لله. بس دايما فيه اكتر. ودايما اه. الفكرة بقى انت. انت تحافز كمان على النجاح ده. زبوط. انت تحافز على نفس المستوى. فلازم تفضل تشتغل. لانه كل يوم بيطلع ناس جديدة. وكل يوم اه فيه ناس ممكن يبقى شغلها احسن من شغلك. بس الفكرة انت تحافز على اسمك وتحافز على موهبتك بنفس المستوى اللي انت بتقدمه هتفضل ناجح. بتدقي لما تلاقي مثلا اه ناس شغلها حلوة قوي فهي عجيبك فهتقولي. خاصة ان انت كمان انت بتدرسي ميكب انت مش بس ميكب أورسلان. كورسات ومن اول الناس اللي قدت كورسات في مصر. حي. الفين واربعتاشر تقريبا كان ايه كورس ميكب اورا هتعلم ما اقولك. كانش فيه حاجة اسمها كده. ده حي. فلا بش فيه حد مسلا ان شغلها حلو. بتحس ان مسلا فيه ناس كتير تبقى شغلها حلوة قلقتي مسلا. لا بصراحة لا. ليه برضو هقولك علشان انا بالنسبة لي ده الرزق. الرزق ده بتاع ربنا. عمري ما حطيت في دماغي ابدا ان فلان شغله احلى او فلان بقى مشهور اكتر مني او فلان بقى عنده اكتر مني. لا خالص انا رادية جدا باللي انا فيه برضو. وعندي قناعة. دايما بالحاجة اللي بوصل لها او بالليفل اللي انا ببقى فيه انا دايما مبسوطة. اه لانه. انا بحس انه يعني الحمد لله. ما عرف اللي هو. ما عرفش ده من جواي كده. اللي هو الحمد لله انا تمام جدا. اه. فيه ناس لسه بتبتدي وفيه ناس اه. يعني ارجع وقولك كمان انا بشوف. اه. بشوف ناس عندها كل المقاومات المادية والمعنوية وكل حاجة انها تبدأ. بس برضو مش عرف تبدأ. احنا بدأنا من ولا حاجة. بالضبط. وقت ما طلعتي خلاص وبقى فيه سلمة متولي. كانت تقريبا في مصر كلها اربعة خمسة. او. ما كانش فيه اصلا. ما كانش فيه اصلا. يعني كان يعني بيتعدوا ومعروفين هم دول. اه. كمان. اه. اه. بالضبط. ايز اقولك كمان انا كانش لسه تايتل ميكب ارتست ده. برايج يعني اه. بتيجي القتال وبتاع والكلام ده. بالضبط. فانتي يعني احنا بنتكلم في فترة تقريبا تسع سنين. ام. الفين وتلاتاشر. اه. الفين واربعة عشر. تلاتاشر واربعة عشر لحد النهارده. اه يعني تسع عشر سنين. انتي. ما حسيتش ان. ايه الزحمة دي. الكارير بقى مليان ناس. كتير قوي. هو بقى مليان. مش نتحك على بعض. بس خليني اقولك حاجة. مع ان هو مليان وقفي ناس كتير. وناس برضو الشغالة وزي الفل. بس. الاسامي اللي تعرفت تعرفت. بصد. واللي نجح نجح. اللي زكر زكر. سأسؤال. اه تفتكري الكلايند. بيهتم قوي بال. زي ما تقولي كده بالامج يعني مثلا. اه. انتي مثلا. تهتم مثلا بالامج قوي. ولا الكواليتي قوي. الاتنين. يعني دي مهمة ودي مهمة. اه. الكليند. بالنسبة لو احنا هنتكلم من منظور الكليند. فالكليند بيهتم بالامج. خلينا متفقين. اه. انا بقى كسلمة بهتم باللتنين. علشان انا لازم. يبقى الكليند بتاعي راضي. وفي نفس الوقت اه. انا كمان اكون راضيها. ده بالنسبة للكواليتي. يعني انا لازم اهم حاجة بالنسبة لي تبقى كويسة قوي. علشان انا مرداش حد يرجع يعيب في شغلي بعد كده. اكيد. اه. بالنسبة للامج فدي حاجة بتضيف لك بقى بعد كده. انت لازم تعرف الامج بتاعتك. زي سلمة كده. الكلام عليها قليل قوي قوي بحيطة الشغل. حيطة الشغل هي يعني ايه موتمة بيها قوي لو انا حدش اتكلم علي ولا ريفيو وحش. ولا حتى عايز ريفيو حلو. حدش اتكلم اصلا يعني. خالص. حلوة عاجبك ما تقولينيش اصلا. لا لا لا. طب بالزبط انا ما بحبش. ما بحبش الكلام كتير. ولا انا بحب اتكلم كتير على حاجة. ولا حتى يتكلم علي. بس الكلام اكتر على سلمة في الحتة التانية. حتة شخصية. سلمة بتلبس حلو قوي. سلمة بقت موديل برندات كتير. سلمة بقت خلاص بقى ده رمضان داخل نشوف العابيات بقى اللي سلمة هتري باش نجيب زيها. نصف جاي نشوف بقى الحاجات الطويرة اللي سلمة هتري باش نجيب زيها. فالناس بقيت بتتعامل مع سلمة بقى اصبق ان هي بلوجر بقى. الله على من قال لنشعلي سلمة. لبس سلمة. انا قطلها تعاملت تتوري للميكب. اني شوف استخدمت كزا. اا تحت عناية زي تحت عناية. هستخدم كزا. فانت بقتي اكتر بلوجر للناس. الناس بقيتها عشان تشوفك هلبس كزا. اا زي سلمة. اا حط ميكب كزا زي سلمة. حتى برندات الميكب في حاجات انت. لاحصت ان في حاجات كتير تتكلمت عنها. زي بها زيك. او ده انا بحب قوي يعني دي حتة اكتشفتها في نفسي بعد الميكب أورتست. يعني بعد ما بقيت ميكب أورتست. ان انا بحب قوي اطلع اتكلم مع الناس. بس حاجة. الحتة دي ما جاتش الا بعد فترة. ان انا اطلع ابقى جريئة. واتكلم مع الناس. انا الا اول ما كنتش بتكلم خالص. ما لسه ايالي كنت طلعتي في دقيقة. رجعت مع اياتا. يعني انت ما حقيتش يا عيني. انا في الفترة دي بقى استحالك وتطلع اتكلم ولا ستوريز ولا الكلام ده. انا اخري tutorial summit. وبعد كده بقى ما اقولكش. بس اكتشفت بقى في نفسي ان انا حبيت قوي الحتة دي. انه انا بحب افيد قوي الناس او البنات يعني في اللبس في الميكب في الحاجة اللي انا بحبها لنفسي. زي ما قلت بحب علي الامج. فده برضو من الامج بتاعتي. انه انا اطلع اتكلم اعمل tutorial افيدهم ببرودكت حلو اوريهم يلبسوا ايه ايه على ايه ليه. الحاجات دي كلها. دي من الحاجات الممتعة برضو بالنسبة لي يعني اكتر من ان هو ممكن يبقى فيه جزء بزنس بس دي من الحاجات الممتعة اوي بالنسبة لي. انا بحب يعني مش قصة ده بزنس صاح زي ما انت تقولي فلازم اعمل كده. لا اعمل كده لانا عايز اطلع اتكلم مع الناس عايز اوريهم عايز اوريهم انا اخترتي النهاردة تختاروا زي. بصراحة بلقي الناس كتير لابسة زيك بلقي الناس كتير حتى دخلت قليلت في الكومنت شوية كده بصراحة يعني لابسة زيك بلقي الناس كتير قوي لا انت مستنينك بقى انت شوف هتلبس ايه فهنروح نجيب بقى لا تمام ماشي يعني حتى انت برضو يعني طبع عندشان انت ميكب اوريس اتفاك كده فش هترى في الالوان اه لا الالوان زي ده قصة تانية بقى تكنيكس واختيارة الوان وكمان انا الميكب بالنسبة لي مش بس الميكب بتاع العرايس اللي معروف عنه لا انا بالنسبة لي الميكب كورسات اي ميكب اقدر اعمله مش بس ميكب العادي او اللي هو بتاع العروسة الم المتعرفة عليه يعني الى اي ميكب خلق ممكن احنا نقدر نعمله ده بالنسبة لي التعريف اصلا بتاع كلمة ميكب اورتست ميكب اورتست يعني بتاع في تام كل حاجة فهتدي برضو من الحاجات اللي انا بحاجة انت بتاعف تعمل اي ما لازم تدور جوه نفسك او شا الله يعلم انت سالسل الموضوع كانت ميكب اورتست بعد كده مرة لقيت مرة موديل 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 ده موديل حقيقية فاكرة كان فيه موديل عبايات شرطة مشور او في مصر انت كنت صور العبايات كلها كنت انت ودين تانيين تاريبا فكان موديل عجامد اوي بعد كده الكورسات بعد كده فلا ماشاء الله يعني الحمدلله اه هرجع اقولك اهم حاجة في ده كله مدام انت بتعمل حاجة بتحبها تنجح فيها اوي اه وداي دايما لازم يعني دايما برضو بتسئلي سؤال كتير اوي من بنات انه هو انت بدأتي ازاي او بتعملي كده ازاي او سلتي ازاي انا بزاي موديل لك اما كنتش مخططة خالص لده بس كل حاجة بتيجي step by step اللي هو انا بدأت اصلا ميكب اورتست بحب الميكب بحب اتصور بحب احط ميكب لنفسي طب ليه ما حولش الموضوع لبزنس اه منه اعمل حاجة اللي بحبها وفي نفس الوقت برضو شغلي بعد كده دخلت في قصة البلوجينج واللبس وتصوير لان انا برضو انا بحب اتصور حتى الميكب نفسه بحب اتصور بالميكب فده جاب ده فمع الوقت زي ما انت شايف يعني انت عافي لانا في حق ليه في هنا حتة شطارة لو انا بشتغل بشتغل بامتهن هويتي اعملها احل حاجة في الدنيا زي ما انت قلت كده انا ما كنتش مخططة لده بس قلت لي ما يبقاش البيزنس فبزن البيزنس اك هو هو هويتك اصلا هويتك الالوان اشتغلت الالوان في الميكب اشتغلت بتوفق اللبس على وعده فاشتغلت الحاجة اللي بتحبيها هو هويتك والبيزنس بتاعك شكالت بتطعيب حب اقوي ده حقيقي انا ببقى مبسوطة وانا وقفة يعني اكتر وقت ببقى مبسوطة فيه وانا وقفة بشرح في الكورسز بتاعتي يعني بحب اتكلم عن الميكب بحب اتكلم عن البرودكت انواعها نستخدمها ازاي نرسم ازاي نحط الالوان على بعض ازاي الوش ده يناسب له ايه كل الحاجات دي بالنسبالي انا بتبقى لحظة ممتعة وببقى مبسوطة قوي فيها وانا وقفة بشرح للبنات في الكورس دي اكتر حاجة انا بحب طيب احكي لي بقى سلمة كده بوست بقى الحاجات الحلوة والنجاح وكده امت سلمة وقت بوست مش وقت في الشغل وقت كسلمة ما بقولك امت سلمة وقعت مش امت سلمة وقعت في الشغل ايو امت سلمة بصي كلنا بيجي لنا لحظات زي ما تقولي كده ايه بنسقط من نفسنا بنقعة يعني امت بحسيت ان سلمة مش قادرة خلاص نزلت لما حسيت ان انا دايرة فساقية ما بتخلص يعني كتفترة سخيفة مثلا ليه بتعمل كده انا بسمعك والله انا مركز في كلامك كتفترة سخيفة قوي حسيت ان انا شخصيتي مش انا ان اللي انا عايشة يعني ان دي مش سلمة كنت ارتبطت وانفصلت لما انفصلت فوقت او كاني كنت مش عارفة اوصلها بس اللي ها كان انا كنت مثلا منعزلة او كاني كان في حاجة مغمية عناي الفترة دي سنة تقريبا او سنة وشوية لا تنتين لا لا دا كثير قوي دا كثير جدا من اول الارتباط ولا من اول الارتباط الرسمي لا من اول الارتباط عامة عامة بس انت ما بتبقاش حاسس بقع يعني انت ما بتبقاش حاسس لحد ما عدى مثلا فترة حوالي 4 سنين اكتشفت انه ايه دا اي دا انا في دا ماينفعش ان تبقي كده ماينفعش اتكمل كده انت تبقي حسيت دا بالظبط لما حسيت ان انا باستغل ازاي باستغل ماديا باستغل كسلمة في شغلها شغلي انا باستغل مع كل ده انت مش لقي نفسك يعني ما كنتش لقي نفسي خالص مع الشخص الفكرة كلها ان انت لما بتعرف حد بيدخل حياتك بتبقى فاكرة انه حياة هتبقى حلوة دنيا تبقى لزيزة بعد كده بالوقت تبدأ تكتشف انه لا ايه ده انا غرست في ده لانه كان كل اللي قدر اقوله لك يعني انه انك شفت ان انا لما اخترت العلاقة دي اخترتها بعقلي ساعتها بس اكتشفت ان حتى العقل برضو مش مقياس ان انت تدخل علاقة بعقلك لازم تحكم الاثنين قلبك وعقلك لانه اكتشفت في الاخر انا برضو خط على قفايا وضيعت اكتر حاجة زعلت عليها انا ضيعت من عمري اربع سنين او خمس سنين مع حد ما يستهلش كنت شاهد على جزء في الفترة دي كنت حس ان سلمة طفت تماما لما نقلتي شغلك من مكان لمكان اه ده حاجة كنت شاهد على الفترة دي وشفت قد ايه اتغيرتي الفترة دي كنت شو بتحكي هقولك ليه لانه اصلا نقلي من من مكان لمكان تاني ده مكانش بمزاجي اه لانه كان الشخص كأنه عايز يلغيني عارف لما تحس ان اللي قدامك عايز يلغيك لانه مش قادر يستوعب انت نجحت قد ايه وبعدين هو ما نجحش زيك فلا انت مش هينفع تبضالي كده انت لازم لازم يتحطلك سقف لازم نحجمك وانا مش من الشخصيات دي ما كنتش بدحك عشان انا حاسة ان انا طول الوقت مش دي حياتي اللي انا كنت فكرة ان انا هعيش مش ده اللي انا مستنياه مش ده اللي انا عايزاه اه غير ان كمان ساعتها كانت الفكرة المتصدرة دايما للناس عني غلط خالص ان سلمة دي مغرورة ان سلمة دي بتتعامل مع الناس طريقة مش احلى حاجة اه ده كان لسبب انه الشخص ده كان عايز هو بس يتعامل مع الناس مش انا اللي هتعمل داييركت مع الناس يعني هو عايز يتعامل عشان يقدر يكنترول حياتي يكنترول شغلي كل حاجة معي قصدك يحجم طموحك لو شايفو زيادة عن اللزوم زيادة عن اللزوم وعلش يقدر يسيطر عن النجاح ده ويبقى مصدر للناس ان هو السبب في النجاح مش انا انه انا اللي بعمل معني مغيبتك هي السبب في النجاح ده اكيد بعد ربنا يعني انا عمر ما يعني انا دايما سبحان الله بص انا كنت دايما باشكر ربنا على اي حاجة انا بوصل له ويمكن انا فقط على اخر اللحظة في القصة دي فقط بعد ما كنت خلاص يعني الدنيا دخلت جد بقى و جواز وقصة وصدقني انا فقط كده ايه اللي فوقك؟ حاسيت ان انا طقتي خلصت حاسيت فجأة انه او الشخص اللي قدامي او اللي قدامي يظهر على حقيقته هو مش هنقول هقولك هو مش هنقول زهر على حقيقته هو قراد يكن كده بس في وقت خلاص الشخص اللي قدامك دايما اي اتنين بيبقوا مع بعض كل واحد بيحاول في الاول انه يظهر احسن ما فيه قدامي التاني بس بعد فترة خلاص خلاص غصبا عنك هتتعمل بطبيعتك غصبا عنك مش هتقدر تتحكم فان انت هتفضل طول الوقت بتمثل ان انت كويس او ان انت شخص حنين او ان انت شخص مبسوط لنجاحي او الكلام ده لا ده ظهر اي نعم هو ظهر متأخر بعد كتير بس انا بحمد ربنا ان ده ظهر لانه لو ما ظهرش انا كان زماني في حتا تاني وحش عبي بتعس ان الفترة دي الدنيا كانت ضيدة قوي كده بقيت جري وبعد كده دخل في الاسود بس هقولك حاجة السواد ده ما قابت كتير لانه يمكن الفترة الجري دي كانت اكتر علشان انت على ما بتكتشف اصلا ان اللي قدامك ده شخص صعب التعامل معاه وبعد كده بتبدأ ان انت بتحاول ان انت تفوق والمشكلة ان انت الفؤة دي صعبة قوي على فكرة يعني ان انت تفوق من حاجة زي كده صعبة بالنسبة مش هلتحك على بعض بالنسبة لان انت تبقى بنت مكتوب كتابها ودخل على جواز وفجأة تتطلق طلاص ان كل الناس عارفة ان مكتوب كتابها ومستنية فرحة بالضبط في سبوت تتجوزي امت هتتتجوزي امت اربع سنين فالناس مستنية جوازي امت مرة واحدة بقى طلق بالضبط فاولا مش سهلة بقى كلمة طلق دي في مصر طب اطلقتي ليه طب ايه اللي حصل كلام كتير بقى واشعاعات كتير وسلمة كانت نوحشة كتير قوي سلمة دي طلعت مفترية يعني وقوية وحاجات كده بس انا ما انا رميت كل ده في ظهري وركست قوي ان انا افوق من اللي انا فيه بصراحة انا ما كنتش عايزة حاجة غير ان انا اخرج من العلاقة الطاكسيك دي هي فعلا كانت اكتر علاقة الطاكسيك بالدنيا وليلي سلمة نفسية سلمة كان اللامت بتاعها كان كامل في المية 2014 وبدأ ينزل تدريجيا كده مع السنين او يطلع النفسية نزلت كانت حوالي مثلا نقول تسعين في المية زي ما قلتلك انا كان عندي طاقة رهيبة جدا ممكن نقدر ان هي نزلت مينس في الفترة بتاعة 2017 دي كانت اسوأ سنة سنة سيئة 2017 لحد اول 2018 كده انت انجحتي 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 لا يلا بقى انا بعيد يلا نروح مكان تاني بعيد المكان البعيد ده مكانش باختياري اللي هو الستوديو يعني مكان اللي نقلته مكانش باختياري هبه فجأة ده طحفة مكان فاضيع عمالي دروب جامد اويف انه كلاينت كتير مش عارفين يوصلوا انه انت بعد ما كنت في الميديا والمجلات وكل شوية حد بيجي يصور معاك والكلام ده اللي مفيش خالص فالنفسي نزلت النفسي بقت وحشة مكنش بعمل حاجة لانا بشتغل بس انا فاكر انا مش ضقيك او ان اركز في المعلى اللي قدامي ده في في نفسيته او حصل موقف ساعتها كنت عندك في المكان وانا متعود منك على انتي مش نكاديا متعود منك على دايما دحك وهزار فجيت لك المكان فعملتي لك ازاك يا محمد بس كنت بقنا كتير ما تقابلناش فعادي يعني فتصورنا صورة مع بعض وشك في الصورة تحسي معلوش اضاءة مطفي فترة دي حاسد قلت ايه يا ملحة انا مكتش فاهم ايه اللي بيحصل كتئب بس كان ملحة هي دي سلمة دي مش سلمة بعدها على طول فيه كلاينت خاص باي يعني جالك مرة الفرع الاولاني وقد ايه ما تكلموش على الماكب قد ما تكلمو على روحك جولك جبت وملك مرة تانية في الفرع التانية قالوا لي مين دي مين دي مين بشتغل بس نازل نقول عندي سلمة متولي هنالا قبل كده دي مش هي ايه تحولتي 360 درجة من سلمة مليانة باور وطاقة وشغل وحاجات بقى يعني بايبس رهيبة لحد ما عندهوش اي حاجة زي ما بقولو كده الشغف مات اه ده حقيقي ايه ام لانه لانه انا كنت حاسة انه انا بعمل ايه وعشان ايه ومش عارفة بعمل ده يعني انا كنت فعلا يومي زي ما قلتلك في الاول ان كنت دايرة في سعية يومي بالضبط بيبدأ ان انا بنزل اروح الشغل وبرجع من الشغل بس مش عايز اعمل حاجة داني لان صدقني زي ما فيه مثلا شخص ينور لك وشك وحياتك والدنيا تبقى وردي فيه شخص بيجيت فيك انا اتفيت اتفيت فترة مش قليلة وده خلاني يعني برضو هقولك حاجة انا لولا ان الفترة اللي انا طفيت فيها دي انا ما كنتش اكتشفت سلمة بتادي الوقت هرجا اقولك برضو انا يعني بحمد ربنا ان انا عدت بدي يعني دي بالنسبالي كان الالم اللي انا اخدته في حياتي او الدروب اللي انا اخدته في حياتي عشان فوق لنفسي بقيت عمرك بقيت حياتي كلها يعني عم يعني كل حاجة اللي هو اخدتي اربع سنين علموكي حاجات يخلوكي تعيشي عمرك وليكي والاولادك والاحفادك تديهم نصايحي اه طبعا واول حاجة الثقة ما نصقش في حد قوي لانه بعد كده هتكتشف انه اللي انت الشخص اللي انت كنت بتصق فيه ده يعني طلع حاجة بشع قوي يعني انت انت كنت مقامن على كل حاجة للشخص ده على نفسك على فلوسك على شغلك على سمعتك بس لما تكتشف ان الشخص ده بيروح يتكلم عليك مع الناس ان انا اللي عملت فلانا ان هي من غيري ما تعرفش تعمل حاجة انه هي ان هي اصلا يعني بما معناه انا اللي عملتها لو واسبتها شغلها هيقع كله بس انا موقعتش الكلام ده هزت ثقتك في نفسك او طبعا الكلام ده نعرفته بعدين على فكرة بس الفترة دي نفسها هزت ثقتك في نفسي او مش هتحك عليك علشان انا كنت ساعتها انا من الشخصيات برضو اللي انا ثقتك في نفسي مش بتتهزي بسهولة بس في الفترة دي انا حسيت كنت ببقى لان برضو السن ساعتها كان يعني كنت صغيرة قوي فكان ساعتها كنت دايما حاسة انه ان الشخص ده فعلا لو مشي انا هتأثر اللي هو طب الدنيا فعلا ممكن تبوز بعد كده حسيت انه ايه ده طب ما هو اصلا ما بيشتغلش هو اصلا ما بيجيش هو اصلا ما بيشوفش الشغل عامل ايه طب ما انا شغالة الواحد او طب ما خلاص بقى وجوده من عدو مش يفرق لانه اصلا يعتبر ما كانش موجود بس انا اللي كنت دايما زي ما بقولك هي حاجة طاقسك انت كأنك محبوس كده وخايف بس اللي هو لما تكتشف بقى انه اصلا هو مش موجود والشغل اصلا ما بيتعملش وانه انت فعلا اللي بتعمل كل حاجة ايه ده طب انت بتعمل ايه بقى في حاجتي طب ما تمشي انا ليه هخاف من انك تمشي كنت فاكرا ان انا هتأثر فعلا بس مع الوقت اكتشفت انه الدنيا والحياة ماشية وانه فيه ناس كتير قوي هتخرج وتدخل حياتك الفكرة ان انت ما تتأثر طيب سلمة يعني بغض النظر عنك انت يعني انا بشوف اكتر من حد فيه زندات كتير قوي ناجحين وانك حو بقى فترة معينة ونجاحهم ده ما شاء الله كمل بحس فيه ستات بعد الجواز نجاحهم بيقى هل فيه رجالة بتغير من نجاح الست طبعا انا ده مورربي مفروض ان الجواز الست ناجحة احافظها لنجاحها حاول اكبر معاها حاول ادعمها على القل لو مش هقدر افيدها في مجالها ده الرجل الطبيعي ده الرجل الانسان الطبيعي اللي المفروض يبقى ده النورمل يعني انه ده شخص سوي نفسيا اه هيبقى موصود بنجاح الست وهيقف في ظهرها لكن في رجالة بتحس بعدم الامان لو الست اللي قدامه نجحة اكتر منه ليه لانه ممكن يبقى شايف انه هو مش هعرف يبقى مسيطر مثلا او مش هعرف يبقى ليه كلمة لو الست اللي قدامه فاور يعني وده حقيقي ده حقيقي جدا اول حاجة عندما بتحصل لازم يهزز ثقاتها في نفسها ثقاتها في نفسها تهززت هتوقع على كل بقى ده هدفه يعني اه ده الهدف وللمك انا مش اقولك هو بداخل مخطط انا هعمل واحد اثنين ثلاثة لا خالص خالص لا اللي قدامك هو بيحس ان انت نجح اكتر منه بيغير طب ما بيغير التصارفات بتتغير احنا واحد هنجد ليه من بعض ده لو فعلا هو شايف ان احنا واحد احنا مكناش واحد لو احنا واحد كان الشخص ده هيبقى مبسوط لنجاحي ما كانش زمانه العلاقة اصلا نفسها فشلت ما كانش هينسب دايما النجاح بتاعي ليه ما كانش يبقى عالى علي وحس انه وجوده زي عدمه طب انا ليه بقى استمر في حاجة انا مش مش مرتاحة فيها وحياتي بقت كئيبه الشخص شغال على نفسيتك بس اللي هو انت شكلك عامل كده ليه انت ما تقوم تحطي ميكوب انت شكلك تعبان قوي من غير ميكوب ده كده لعبة عن نفسية لعبة على الثقة في النفس فلما تخش للست من الحتة دي غصبا عنها هتبدأ تحس ان في حاجة غلط ساعتها انا عمري ما هنسى في الفترة بتاعت 2017 دي انا كنت بحط ميكوب كتير قوي قوي مع ان انا مش يعني وكنت عمري ما باطلة من غير ميكوب بس لشان دايما في شخص مصدر لك ايه ده انت ما ينفعش طلعي كده ما ينفعش تكلمي كده كل حاجة بتعلق عليها انت ما ينفعش تقولي كذا انت يزين تقولي كذا دايما بتاكت انك مش انت سواء بقى في لو انت رايح مثلا انتروفيو او هتسجل مع حاجة او هتعمل حاجة كنت دايما بحس ان مش هرا مش بتكلم بطبيعة مش بتكلم بأريحية ولقلمك ده اللي خلا الناس تاخد فكرة ان سلمة تنكا سلمة مغرورة بس بالعكس انا مش كده خالص بس عشان كان متصدرلي فكرة ان انت لو عملت كده او مش اتي على ده بالزبط هتبقي نجحة هتبقي اجمد بكتير هتبقي الصورة اللي انا عايز اصدرها للناس عنك بس انا كنتشفت ان كل ده غلط تذكر المثال متاهت منك انا مش عارفاني انا ليه افضل محطوطة دايما في ضغط ان انا لازم اتكلم بطريقة معينة ان انا لازم التون بتاعت صوتي تبقي بطريقة معينة اللبس شكله مش عارف عاملة ازاي اللفة الحجاب ساعتها تبقي عاملة ازاي لا كل ده غلط بس بعد الفترة دي انتي خرجت منها عشان تجري تدوالي على سالمة تاني تجي بيها تشوفيها راحت فين جدا 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 كانت فترة صعبة لانه انا كنت مش عارفة اصلا من ساعتها كنتش اجري اخد كمان اتكرر ان انا اتبقي انا اخرج من ده ازاي كان النفق مضلم جدا انا بالنسبة لي كانت حبست حرفيا عمري ما هنسل احساس بطريقة ان انا مش عارفة عامل ايه انت مش هينفع تكمل مع في علاقة زي دي وفي نفس الوقت انت ممسوك من ايدك اللي بتوجعك ساعت بي مطلقة خصونا اعرف يا سلمة برضو ان انت مفيش في دايرتك اشخاص كتير خلص انا من يوم ما رفت سلمة سلمة سنجل سلمة الوحدة فانا كنت في الفترة دي كنت بغضل افكر برضو طب يا سلمة فعلا لو انفصلت بحسك لوحدك انت هتواجه كل الازمات دي بطولك او واجهت يعني بص انا كان بالنسبالي كنت محاجهة فوق انا لو فوقت انا تمام بس الفكرة انك تعرفت فوق انا كان بالنسبالي انا مش عارفة فوق والفوق دي طب صحة ولا غلط ما انت برضو انت برضو مش متأكد اوي يعني من القرار انا في الاول في الاخر بنت صغيرة في شخص بيتحكم في حياتها موضوع الصحاب ده برضو كان يرجع للشخص ده انه هو كان بيبعد صحابي عني حتى دي عشان هو يبدو المسيطر على الدماغ فيه غسيل مخ انا كنت طيبة قوي محمد غير طيبة انا هقولك على حاجة في الفترة دي غير طيبة انت كنت مصدقة قوي قوي هبلة يعني التيبة مش هبل بس انت كنت مصدقة الشخص اللي قدامك بكل جوار حكام كل حاجة انا مصدقك بسلمة اللي برا وسلمة اللي جوة وسلمة اللي في عقلي كل سلمة كده كلها على بعضها مصدقة اي كلمة هتقولها بالضبط فانت مصدق الفكرة بقى في استضامات اللي بتبدا تكتشف ان اللي قدامك ده ايه اللي هو ايه انت بتتصدم انت مش بيقى في بالك اللي هو كل مثلا اي بنت مشاكلها مع خطبها او مع الشخص اللي هي مرتبطة بيه اللي هو ايه خانها مثلا ايه مش عايزة تشتغل البنات اللي هو الحاجات اللي متعرفة عليها يعني بس ان اللي يبقى الشخص اللي قدامك بيقص اص كده الجناحات بتاعتك علشان بس يبقى هوا مسيطر عليك ومسيطر على شغلك اللي بيجي لك وعلى كل حاجة خلص هو قاعد مرهوش غيرك فانت عشان تفوق انا عايزة اقولك ان انا حتى اقرب الاقربين كانوا بيبقوا بعض عني ويدي اقرب حاجة دي حاجة ان عمري ما قلت عملك بس يعني ايه بعد اخواتك عنك مفيش اقرب للشخص اقرب من اخواته بالزبط يعني ايه بعد اخواتك عنك او ازاي يعني حتى انا قلت لك ان مثلا الشخص ده كان بيروح يقول انه سلمة بتعمل كذا سلمة بتعمل كذا الناس تبت بتكش كده منك فاهم ده كان بيحصل قردي مع اخواتي اللي هو يعني مثلا سلمة بتعمل كذا في الشغل وانا متضايق انا عايز مصلحتها يبدأوا هم اخواتك مش فاهمين حكا فبينصحوك طب ليه متعملش كده طب ازاي فانت بتبدأ اللي هو ايه ايه ده انتو كمان بتضغطوا علي انتو مش فاهمين حاجة حادش فاهم حاجة اترباط بالزبط محادش فاهم حاجة غيرك انت محادش جوه الموضوع غيرك انت وحتى انت مش عارفة تدفع عن نفسك او تقولي العكس انت غلط انت غالطش فاهم حاجة وانتش عارفك انا عارف مصلحتك محادش دي ملخص العلاقة حكي لي كده سنو موقف عملك ما هتنسي في العلاقة اصعب حاجة اتقالي حاجة تين اتقالي احنا لازم نشوف بيزنس تاني نعمله علشان انت لو ايدك تكسرت احنا ممكن نعمل ايه حاجة كمان انت عاملة زي محمد صلاح لما يجيلك الديل بتخلصيه وبتبقي بتنجازي وبتبقي شطرة وبتعملي الحاجة لكن انا الدنيا يعني بتجيبي جون بمعنى صح لكن انا اخلص تديل وعمل كله علي وبعدين الدنيا بتوقف ما بتشتغلش مقارنة طول الوقت انت وانا او اخر حاجة ان الشخص اللي قدامك بقى يحسك ان هو عادي ممكن يجيب اي حد يعني يخليه زيك عادي اصدق نجاحك او بعد ما نجحتي وعملتي اسمك وبقتي ليك اسمي في السوق نجاحك ده تلخص فيه هو ان هو صنع نجاحك وان في اي وقت ممكن يشيل سلمة من مكانها ويجيب حد يحطها مكان سلمة بغض النظر عن موهبتك اللي هي 90% من كل حاجة من نجاح المشروع نفسه بالضبط او يعني انا كان متصدرلي ده صدقني انا الحد نهاردة بقوله مراد ماغي كت فين مش عارفة فين دماغي انا كنت حاسة ان ماغي محطوطة في التلاجة ومقفول عليها فبتبدأ بقى من الكلام اللي بقولك عليه او المواقف دي انت بتبدأ تحسن اللي قدمك ده في حاجة غلط انت ما ينفعش تفضل مكمل كده مش ده الشخص بتبدأ تحسن هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده احيانا انه احنا صغيرين قلة الخبرة تخلنا اخد قرارات كتير من غير ترتيب من غير زي ما تقولي من غير خلفية مش عارفين ايه اللي مستنينا وراك قرار ده كل القرار بناخده بيفتحنا باب الباب ده جو وايه ورا الباب ايه ورا الباب بغامق ورا الباب فاتح ورا الباب احنا مش عارفين فاخدنا قرارات كتير خصوصا ان احنا اتريبنا في السوق من هو احنا صغيرين فبقنا احنا اسياد القرار بتاعنا احنا ايه مضطرين ان احنا ناخد القرار ونجرب ونخد التجربة للآخر ي spre scrutiny خيل بم ان الدنيا حظوظ فانتي خدت نصيب الاسد من التجربة بتاعتك في تجربة شخصية مليانة يعني حواليس جدا بس لولا في تجربة دي تصدقني أنا ما كنتش ما كنتش كاتش النسعة تعرف سلما من جوه فعلا عاملة ازاي ما كاتش النسعة تعرف قديه أنا أقدر أبقى نكحل واحدة عادي أو النجاح بتاعي ده فعلا مش منسوب لحد تاني هو اللي ورايا وهو اللي عامل كل ده في الفترة ديها سلما أنا برضو حاضر الفترة دي وكلام اتقلي أنا شخصة كلام كتير عليك وكل كلام ما شاء الله وحش ما كانش في حاجة حلوة بتقال ده بجد من ضمن الكلام سلما داست على الشخص ده سلما كل الكلام جاي ان سلما لازم تتهيأ بصورة وانعارفك من زمان ف كنت برد وله دا لو حصل لو حصل لو دا حقيقي فلو تحولت التحويلة الرهيبة دي ف دا الشئ خارج للطبيعة تمام والجزء الثاني انا مش مصدق تمام احنا بطبعنا كلام الناس الكتير بيعمل حاجة من الاتنين يبيكسرنا تماما تمام يبيهز قطنا في نفسنا تحت الصفر واحيانا بنتلع منه واحيانا ما بطلعش منه كلام الناس الكتير خصونا ان كان كلام الناس كتير اوي قريبة منك ده عمل فيك ايه كلام الناس انا لو كنت حاطته في دماغي ما كنتش خرجته من العلاقات دي علشان دي اكتر حاجة كنت خايفة منه بس اكتشافت انه طب انا لو فضلت خايفة من كلام الناس ما انا مش هعرف اخرج من اللي انا فيه هتغرقي مش هبقى لاي وجود هخسر حياتي هخسر نفسي شوف لي درجة ان انا يعني هخسر علاقتي مع اهلي كمان طب ليه ليه انا افضل مع حد يشوي حياتي بالمنظر ده ليه عشان الشخص ده نفسه ما عندهش ثقاف نفسه فبيجيب كل مشاكله فيه بيجيب كل النقص اللي عنده فيك فتخيل كده انت عايش مع حد او انت علاقتك بحد بتربطك علاقة بحد الشخص ده عمالي يهدم فيك ويكسر علاقتك باللي حواليك عشان ما يسبش مدخل قد كده ان حد يخش ينصحك او حتى يفوقك او حتى يفوقك بالضبط انت لما دلوقتي تصدر ان سلمة مغرورة سلمة بتعمل مع الناس وحي بطبيعي بالطبع يعني الناس هتنفر منك مش هتبقى استعمل معاك طبيعي فلأ خلاص انا ايه اللي يكبر ان اتعمل مع حد يتنك علي بقى اكيد فالناس بدأت تبعد عن سلمة انا زهوري قل ففي الفترة انا زهوري قل فيها دي بقى انا اكتشفت كل حاجة قلت لأ انا لازم ارجع افوق اول حاجة عملتها وده كان قبل ما اخرج برضو من العلاقة دي ان انا رجعت للمكان الاولين رجوعي ده فوقني شوائل شغلي رجعت كبرت التيم انه التيم اللي في دهر سلمة ده لازم يبقى كبير ان انا محتاجش لحد يحاسسني ان هو اللي بيعملي كل حاجة دي اول حاجة عملتها ان انا لازم اركز في الشغل اكتر ركزت في الشغل الاكتر بالتالي المشاكل زادت اكتر عشان هو بقى حاس ان الشغل ان هو ملوش وجود وبدأت اظهرتاني بدأت اعلى تاني كلام ده 2018 لحد مشكلة ما كررت فيها انه لا خلاص ايه هي المشكلة ما كانت مواجهة بقى المواجهة المواجهة دي اصعب حاجة اخر كل حاجة لازم مواجهة طبعا بص اه ايه كانت حاجة قد كده هو وولعت الدنيا عملت كده اه او انت كنت مستنياها لحاجة لقدك اوش انت اصلا تولعي في الدنيا اه كنت عارفة انها جاية بس اش عارفة انها كنت جاهزالها ولا جات على غفلة لا كنت مستنياها جدا 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 محبوسة وعايزة انفجري بقى وعايزة تطلعي برا بالضبط اه اه انا كنت على وشك ان انا ادخل اكتئاب ان انا اخد مضادات اكتئاب اه اه اعايزة اقولك انك لو جبتش صورة لي في الفترة دي وصورتي دلوقتي احنا مش نفس الشهر انا معي صور انا قلتلك او كده كده انا عايزة اقولك ان كل حاجة موجودة على انستجرام انا بقى مسحش اي حاجة لا انا قلتلك سلمة في الصورة اللي صورناها مع بعض مش عايزة تحكي حتى في الصورة مش انا مش عايزة تحكي يا سلمة اه صور حتى دي مش عايزة مش قادرة فقط الشغف فالمواجهة دي حاسة اللي قدامي ده انت ايه البشاعة دي ليه سواد ده قلت كل اللي عندك سيداني انا ما قلتش حاجة اليوم ده بس قلت بعدين لان المواجهة دي اللي قدامي هو اللي طلع الجواه يعني اللي قدامي طلع الجواه وانا سمعت كلام ما كنتش اتخيل في حياتي ان انا اسمعه ومن الشخص ده لان كل حاجة تقلت عني هي العكس اااااااام اتقلي كلام صعب قوي قوي من درجة ان انا كنت منهورة اليوم ده انا وانا مروحا انا مكرر ان انا هتطلب لو مين عمل ايه هتطلب كانت قال كلمة كده في مشكلة ما قبلها ان سلمة دي لو جت لها بس الفرصة انها متورنيش ضفرها هتعمل كده انا عملت كده بسبب كل اللي تقال والحمد لله انا خد حق ده التحول اللي انت سمعت عنه بس التحول ده جي بعد ما انا حسيت ان اللي قدامي ده عايز يعمل اي حاجة عشان يكسرني عارف لما حد يبقى عايز يكسرك يشوف ملاخيرك مقصورة Nissaha ليه كل الكرهي ده احن واحد برضو فهين هي نهاية راغل ومراته اها مش مراته قوي اذا كانت مكتوب كتابي بس ام ا하 اوعيز اقول لك ا immigration ان كاتب الكتاب ت 획لت لمجرد السيطرة اصلا احنا اصلا كعيلة يعني ما عندناش option لكاتب كتاب ده قبل الفرح بس ماسوط كان هيبقى في كاتب كتابه بعدين فرح والحمد لله ان ده ما حصلش علشان يعني كان خلاص هيبقى فاضل فترة بسيطة ويحصل الجواز نفسه سبحان الله من عند ربنا كل حاجة كانت عملت بوز وتتأجل وتتدربك مشاكل ومشاكل بتكبر ما بتصغرش خالص لحد زي ما بقولك المواجهة بقوله الكلام ساعتها ساعت بيكون الكلام رصاص لللي قدام ممكن يقتله انت المواجهة دي كان كلام رصاص بس بيفوقك ده حقيقي جدا لانه كان كلام من افشع الكلام بس هو عمل العكس هو ما قتلش سلم هو فوق سلم فوق سلم فوقها قوي اللي هو انتي ايه اللي انت عملت في نفسك ده لق فوقي بقى هو ده اللي انت ضيعتي اربع سنين من عمرك مع شخص زي ده سداني انا كل عياطي او انهياري ده كان عشان الاربع سنين بس زي ما قلت لك اتعلمت وواجهت انا بقى بعد كده والمواجهة بتاعتي التانية دي مش عايزة دي كانت بعض الانفصال الرسمي لا 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 كان في فترة كانش لسه الموضوع بقى رسمي يعني عند بعضون دي كانت فترة اللي هو خلاص انا استرددت كل مفتحقاتي اللي هي حكتي المادية يعني الاهم ان انت استرددت سلمة في الاول طبعا دي اهم حاجة بس انا كان يعني زي ما بتقول كده تحس ان انت ايه عايزة اخلاص بقى لا انا عايزة اخلص عايزة فوق بقى خالص خالص شيري الكركيب بقى عايزة نروع فكنت لما لقى ان الدنيا بتتسحب من تحت رجليه خلاص انا بخسر لا سامحيني وهاشتاج على السوشال ميديا سامحيني يا سلمة حتى بالمسامحة دي ماركتنج على قفاية يعني مش كده وهاشتاج ومقال على الفيسبوك ايه ترى ايه البشاعة دي قوليلي بقى مواجهة الاخيرة مواجهة الاخيرة دي هي دي اللي انا نقدر نقول فيه ان انا اخرت حقي شوية انا ارديت زي ما قلت كده من شوية انت قلتلي انا سمعت ان سلمة داست لما تغيرت انا مش هكذب حاجة زي كده علشان انا فعلا تحولت انا طلع من جوايا جبروت كان مدفون يعني كأن كان بركان والبركان دا انفجر قولي بقى كده اللي وصل ان سلمة داست وسلمة عملت بس ده وصل كده من غير ليه سلمة عملت كده ايه اللي خلى سلمة توصل لكده بالضبط كل حاجة تراكمات فتراكم اربع سنين مفيش انسان يتحمل كل ده اكيد انا عمري ما هكون ابدا شخص مقصور اتعلمت انه اللي هيجي علي بايبول ف وجي موجهة الاخيرة سامحيني انا اسف انا ما كنتش واعي انا اعترف انا جبت كل اللي فيا فيكي انا كنت ساعتها خلاص انا اللي شايفة قدامي دلوقتي ده مش قادر اقولك اكتر من انا اعرف لما الشخص اللي قدامك خلاص نزل من نظرك ما كانش جواكي زرة مسامحة خالص يعني سود قلبك للدرجة دي انت مش عارف اوصفالك ازاي بس انا ما كنتش يعني لو حد عملي كده انا كنت ايه ده مفيش زرة مسامحة انا كنت بجلت بس تخدي حقك بس بس فضلت بعدها احبة مكملة انا كانت كل الناس كنتش بتكلمني لفترة دي حرما عليك قلبين طب يحبك دي الصورة اللي صدرت للناس اه وانا مش عايز اتكلم في الموضوع انا مدتش الفرصة لحد ان انا اسمع يعني مدتش لحد فرصة انه يقولي يعني طب معلش مش عارف ايه الكرام ده فلص سدتي ودانك وعملتي اللي انت عايزاه بس ارجع سلمة بتاعتي واخد حقي من الازاني وابدأ مع سلمة الجديدة بالضبط برافو هولي برافو ليه مش صعب ان انت تطلعي من مرحلة بصن مرحلة كزا سنة من تكسير 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 تطلعي منها عارفة انت عايزة ايه وتوصلي لايه لا وتعملي كده كمان وتوصلي بجد وتعملي اللي انت عايزاه فالموضوع نفسه ده مش سهل عشان كده برافو ان انت تطلعتي من هنا الحمدالله ام لما انا برضو هرجع وقالك انا كل حاجة برمي همومي في شغلي اوي فكان بالنسبالي انا بعملش حاجة فترة دي انا بشتغل بس فحسيت انه لأ خلاص انا غرفت خلاص ان انا قريدي شغلي هو كياني انا لازم احافظ على الكيان ده لو ايه حصل لو منجي عايز لا معاكله بسنين اسألك الحاجة من فترة انفصالك وفترة ارتباطك مدة مش كبيرة اربعة شهور ازاي قدرتي من اربع سنين من ازاي هنقول بقى خلاص كده يعني العذاب بقى ازاي في اربع شهور ترجعي تصكي تاني وتحبي تاني وتاخدي قرار الجواز السريع ده ازاي المفروض المفروض الطبيعي يعني هنطلع من الفترة دي اربع سنين هنقعد تماني سنين عشان نجرب تاني بقى هنصك في الناس تاني انت قلتي في اللي وانت من شوية قلتي استقام مش بسك في حد خالص في اربع شهور رجعت اتصك ازاي تاني مش موضوع رجعت اتصك في ناس بتظهر في حياتك فجأة تنسيك اي حاجة بجد عارف لما تكتشف ان انت يعني فكر اللي انت فيه ده طبيعي وتكتشف اللي هو ايه ده دي دي حد تاني يعملك معاملة مختلفة وتحس انه ايه ده لا ده ده هو الطبيعي مش اللي انا كنت فيه ايه ده هو احنا بنعمل كده انت قصي ما قدشت عرفينهINS هم بي حسن لانه كدش بنعملك ايه ده اللي هو انا ده كنت ده فداهي خطب شهور انا خطفت اتخطفت طيب غير ايه سلمة او خليني اوضح في السؤال ايه اللي في سلمة تكسر وهو صلحه ويه اللي في سلمة ما كانش موجود وهو اوجده يعني او غيره بص هقولك انه هو شاف ايه سلمة بتحبه وعمله لها شاف سلمة كأنسة تتعامل إزاي وعملها خد بالك استتات بتحب قوي الرجل اللي يقدرها كأنسة الرجل اللي يقدر شغلك ويقدر طموحك ويقدر حياتك ويبقى فخور بيكي ويبقى في ظهرك أنت حاسس أنه لك ظهر تتسند عليه أنت طول الوقت لأ أنا مش عارف أخد قرار إلا لما أخد رأيه من هنا حاجة كمان بقى الحنية الحنية دي من أهم الحاجات اللي الست دايماً بتدور عليها في أي رجل الحنية دي مفتح قلب الست كله بالحنية بيفك ينادر أن هو زي ما يقوله كده يعني صلح حاجات هو ما كسرهاش حقيق لعلمك برضو إحنا كنا صحاب يعني إحنا كنا صحاب فهو عارف لما تتجاوز حاجة انساء الجيد في فريند ده اللي حافظ وبرضو هو كان يعرف الشخص ده يعني كان عايش معاك المأساة بص لما بسبب أن هو كان عايش معاك المأساة يعني كان شايف المأساة فاللي هو طيب انت ليه يعني عاملك نفسك كده عارف لما حد يجي طب طب عليك انا كنت محتاجة حد يطبطب عليك كنت محتاجة قوي كنت محتاجة جدا انا كنت بتعمل علي اني واحد صاحبك يعني فلما حد يجي عاملك كسلمة يقدر اللي انت بتعمليه ويبقى مبسوط بيك وفخور بيك وانت من اقل كلمة انت حاسس بالحنية اللي بتخر عوادك في اربع شهور يعني اللي افتقدتيه اربع سنين بص خلينا يعني مش موضوع اربع شهور برضو خد بالك هو الفكرة ان هو كان حد جد قوي يعني ان هو انا عايز ناخد خطوة فانت لما بتلاقي حد عايز ياخد خطوة من حد بقالك اربع سنين مكتوب كتابك لانت كنت مستاني بقى لانت كنت مستاني بقى مفيش خطوة طب ايه ايه المقارنة يعني بقى السنة من العامة يعني فعيني بقى اربع شهور انا عارفة ان انا عملت يعني الناس نفسها ارتبكت انا فاهمة حصل لهم اربع ده سواج رهيب جدا مش ممكن مش ممكن جاوزت بعدها بسبعة شهور بعده خطبتي بعدها بسبعة شهور الموضوع كله اعلي من سنة اه لان اللي قدامك واضح اللي قدامك ما بيلف شو يدور اللي قدامك احنا عايز اعمل واحد اتنين ثلاثة اه احكي لي بقى يعني دلوقتي الحمدلله سلمة بعد ما مرد بتجربة مش افضل حاجة خالص تخططها وخادت حقها احادي اعليك حاجة اه مهم جدا انك تغدي حاجة اعليك حاجة بصي شايف الموضوع كله كده انت حكيتولي من الاول الاخر لو كان خالص من ايهل ما هتاخدي حقك كنت الحد النهاردة هتحس ان فيه حاجة نقصة ونبسك الزوان يرجع ليجحل انتاخدي حقك بجد بص محمد انا كان زماني اتحرقت يعني كعارف لهو ايه لا انا ما ينفعش ماخدش حق وحاجة كمان حتة المواجهة دي وانك تقولي اللي نفسك فيه وتقولي كل اللي جواكي يمكن دي اكتر لحظة رجعت سكت سلمة لنفسها ورجعت سلمة لوضعها سلمة حس انها هوست خلاص سلمة رجالي انا رجعت على وضعي ده اللي انا بدي اصلا بي انا ده انا اول ما بدأت انا كنت على وضعي لحد تجرب بس خدت حق انا لما جيت اخد حق يصدقني مفرق ليش انا هدوس ازاي هعمل ازاي انا هاخد حق الو ايه ركزت في سلمة بس سلمة بس طيب احكي لي بقى دلوقتي عمي نيوسر سلمة الجديدة عملا ايه سلمة الجديدة حياتها مختلفة خالص اه شغلي اختلف اه نظرة الناس نفسها اختلفت لان انا بعد التجربة دي انا رجعت اظهر واطلع للناس واتكلم معاهم في لايف اتكلم معاهم في ستوريز اه بدأوا يشوفوا سلمة الحقيقية مش اللي كانت متصدرة فاهمي ايه ده اللق ده انت تلعتي لذيذة انت تلعتي كيو دي الكومنت اللي لقيتها بتتقلي بعد كده ايه ده احنا كنا فاكرينك تنكة ده دايما كان بيتقلي اه فانا ببساطت بدا فكملت كملت و اه يعني حسيت ان انا لأ انا عايزة اكمل اكتر فلاقيت ان الدنيا معايا شغلي بقى احسن فكل ده طبعا بيأثر في نفسيتي فانا بقيت احسن لما انت بتبقى مستقر في الناحية العاطفية برضو فده بيه او بيه استقرار نفسي عمتا فحياتك امم فحياتك فده بيرجع لشغلك بيبان بقى بيبان الاستقرار ده في الشغل خلاص سلمة بقى اللي كانت مطفية وسلمة اللي مكانش عن ده حاجة تديها لحد لا رجعت بقى بتدي كل حاجة للناس وعايزة تشتغل وعايزة تكبر وتنجح وبقيت معامي ما شاء الله او ماشا ربان ايه خلولك ربان ايه احكي لها عن فرحك منو فرحي اندي عملت مشاكل جامده او انا ما عملتش حاجة احكي لها عن الرأسة يعني دي موهبة بقى دي موهبة همضمها ضمن الموهبة حلوة او دي موهبة انا مرة واحدة لقيت بوست عمري مهانسة بوست ام 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 نزل من اتناشر ساعة سبعة تلاف وربوميت شير هرقص كده ام فرحي هرقص كده دخلت ايدي دي سلام المصال ما بتعمل ايه بتاع اولا انت ما جيتش اولا انت عاملة فرحك في يوم انا عندي عروسة في المنصورة يعني انت بعيد اوي ما انت عارف الجروب اللي حصل بتاع المطرة والقصة دي ايوه الحمدلله لا بوست دي موهبة دي موهبة رهيبة دي موهبة رهيبة موهبة مدرية انا نفسي لحد النهارده عارف مين اللي صور الفيديو ده لا والفيديو بسم الله ما شاء الله تحس من اللي بيصور متسنطر عليك انت لغى كل البشر وقام سانمر واحده ولا وايه بقى الموضوع ما شاء الله وانت ما شاء الله حسيت قلت يا سلمة مش حاسن انها في فرح ولا ايه لا فرحي يا جماعة فرحي ما ارقصش في فرحي بجد والله يعني الناس مثلا اللي كانت بتنتقد انتو مش عايزين يرقص هرقص امتى طبيعي فيه كومنس كانت مكتوبة يا جماعة فرحة ما ترقصوا لديمش على الحيطة حتى يا حرة ان شاء الله تشقلب انا حرة يا جماعة في ايه العيب بقى اللي صار الفيديو نزله انا كان فيه ناس فرحي معرفهاش بس قولك الحاجة كان مباين عليك او انك فرحانة الفرحة كانت يعني وكلاك واخداك كده الفرحة كانت يعني فرحة وتوتر وحياة جديدة وامال جديدة يا سلمة برضو امال جديدة انت شايف حاجات قدام حلوة على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة انا فرحة ده كنت عمري انا عمري اشوف انا بعمل كام عروسة وقالي قديم اشتغل في المجال عمري ما كنت متخيلة نفسي عروسة ولا كنت باعد افكر شكلي هيبقى فلما جي فرحة انا ما كنتش مصدقة اللي هو ايه ده او انا بتجوز انا كنت فاكرا ان انا جوازي ده حاجة بشاتيجي اصلا وبردو يعني يعني بمرور العلاقة اللي قبلها انت كنتي حاسة ان ايه ده انا خلاص انا وصلت الهنا انا هتجوز وروح بيتي وكل المشاكل اللي فاتت دي خلصت مش همر بدا تاني بالضبط وحاجة كمان بالضبط الموضوع كله بالنسبة لي كأنه اللي هو انت كنت في حاجة وفجأة بقيت في حاجة وفجأة حد تاني دخل حياتك شقلبة في وقت وبردو وصير ما هي الشقلبة دي هي الى حولتني كده بس حولتك للاحسن الحمدالله, طبعا حولتني الاحسن سلما دلوقتي احسن بكتير واحدة ثانية سلما مامي عامل ايه سلما مامي متمر متى قاوية صعبة الحقيقة من سلما مامي دي قوي بس بس احلى حاجة في الدنيا ايه اول حاجة ونبا حمد ربنا طبعا عليها انا برضو من الشيات اللي مكنتش متخيلها ان انا هبقى مامي علشان انا كنت بخاف انا بخاف قوي من المسئولية ده غير ان انا من الشخصيات اللي ماليش تعامل مع الاطفال اصلا فان انا بقى مامي دي بقى كانت حاجة بالنسبالي قوي قوي دي برضو من الحاجات التجربة غيرتني انا من جواه برضو لانه احساس الكلو بيعطي كلم مسئولية تقيلة جدا بس في نفس الوقت انت بتبصله وبتنسى بتعيش كل تفاصيلها بحبط طبعا انت ام مرهق وتعبان وكل حاجة بس انت بتبصل للبيبي وبصل ابني بنسى والله فعلا بنسى وبس يضحك انا بنسى ده احساس مختلف تماما وبيخلي العلاقة نفسها مبين الاتنين برضو في حاجة تاني خوف بتبقوا اكيد طبعا بتختلف تماما ما تصدقش اللي يقولك الجواز بيبوز بعض الخلفة ما تصدقش اللي يقولك مسئولية الولاد صعبة ما فيش حاجة سهلة يعني متجمين فيش حاجة سهلة بس ام ده احساس حلو قوي واصلا يعني ده الطبيعي ده المفروض يحصل بس الفكرة ان انت تبقى مخطط له صح انت هاخد وقتك عارف بتعمل ايه بالزبط يعني بشوف دايما ان اكتر خدمة ممكن ان الشخص يقدمها للطفل جاي من الاتنين ان كل حد فيهم يختار شخص سوي الطفلة ده هتولد وسطي بالزبط ايه ايه مبروك انك وصلت الحد هنا وصلت السلمة القديمة اللي انا عرفها من زمان اول حسنت بختلفة ودي حاجة يعني انا عاشتها كلها بقى فدي حاجة يعني حاجة بسطاني انعان اسئلة سريعة كده بس يعني يعني لازم تجاوبي بسرعة من جير تفكير ماشي لو في شخص واحد نفسك ترجعي عشان تقول له حاجة معينة مين وتقول له ايه مين وتقول له ايه ام لازم اقول مين يستحسن اه لا مستصلاح حد مش موجود معانا اوكي نقول له ايه اه انا تغيرت اوي مش هنا للشخص الي انت كنت تعرفه و كنت هتجينيه انا عارف انت كنت هتتمنى انت تبقى عرفني هنا دلوقتي مين الشخص اللي ميني الشخص الي اغلى حد في حياتك دلوقتي مين؟ ابني جبريل اسمه جميل ما شاء الله ربنا يخليه خسرت حد من صحابك؟ متحدش يا جامي في حد غسرت زران علي دلوقتي؟ لا خالص اغلى حد في صحابك دلوقتي مين؟ اغلى حد في صحابك مين؟ اغلى حد في صحابي؟ ما عنديش صحاب صحاب بس هما يعني كلمة صحاب دي مينفعش دلوقتي ان اقولها لأي حد بس اغلى حد في صحابي اختي لان اعتبرها صحابتي هو ايدا وصارة اخت جوزي دي يعني ان تمتي انا وهي ده مهم جدا نعم بتربط اللقاء اكتر بعد ما كان ما عنديش صحاب خالص سلمة جديدة بقى؟ ده فاكت جديد مزر سلمة هتنجا عالحد فين؟ ما عرف up بتحلم به ايه؟ عايزة دايما انت بقى احسن اكيد عايزة اتبست بحياتي مع ابني وجوزي عايزة أوفر له حياة أحسن من اللي أنا عمرت بيها دايماً الاستقرار ده أفضل حاسبين ندمان على أي ندمان أن أنا دخلت حياتي أشخاص ما كانوش ينفع يدخلوه ما كانوش أقدي المقيم خالص بدون المستوى وحيتك سأل ما لات نفسها خلاص؟ الحمد لله مش أبضيها تاني خالص مبسوط أن أنت تعلمت بكل حاجة في المرحلة دي ما هو اللي ما يتعلمش يبقى عبيت أكيد دي دايماً بقولها طبعاً أكيد بربها لكي أبدأ لك تلاتة بربها بجد أنا ببسط لما بلاها حد عانى من حاجة وتخلص منها الحمد لله زي ما قلت لك لازم دايماً أحمد ربنا على كل حاجة لكي كل حاجة تؤدي إلى حاجة تانية ما صمت ما صمت اللي احنا عدنا بي دا لازم يعلمك حسناً أصعب موقف حصل لك في الشغل؟ أصعب موقف؟ أم فضيح دي يا محمد واحد واحد أم يعني عروسة كانت شايزة تدفع بقى فلوسة لقد يتكلم موقف أهم هذا يومي بعد المك؟ بالله هننصب أو لا ؟ هربت جبت أعلم على ماذا؟ هاي أكشكل كابتو أنصب على العريس وعمش علقة؟ أصلاً لا ده موضوع كبير قوي لا لا بلاش ده كبير قوي الموضوع تمام انا النهاردة بجد يعني انا بحب اسمعه بحب اسمعه اللي قدام يتكلم وانقد اسمعه ومش دائما بكون مبسوط بس انا النهاردة مبسوط ومركز قوي يعني مبسوط وعايز اسمع ومبسوط اللي بيتقال وحاس انا يعني حاسنا قدام فيلمي كده بس ما انا مبسوط يعني مش حياتي مو سنشل توركي بجد بجد انا مبسوط قوي مبسوط بكل حاجة يعني النهاردة بجد حي انا مبسوطة علشان احنا عاديين الاعدة دي بعد ام عشر سنين من معرفتنا ببعض ام ومقولتش هيجي بالي ابدا ان احنا هيعدي وقتك كل ده عشر سنين ونقعد انا وانت الاعدة دي وان كل ده يحصل دي من الحاجة اللي بسطاني قوي برضو انت انت حد تعرف عني حاجة كتير بس نصروقت برضو بتدللاتي سمعت حاجات كنتو تعرف انا عارف سالما بس انا جاي اشوف سالما انا معرفاش انا جاي عارف حدي تاني وحقيقي انا عارفت التفاصيل كتير انا فعلا ما عارفهاش انا عارف حاجات كتير قوي من بره لكن من جوه جوه انا بس مع سأل ما بنقول مي دي اي دي اي دي انا بجد مبسوط وانا كمان انتي ايه رأيي مقابلة عموانية لا الفكرة حلوة قوي ومن اول ما شفت اول حلقة وانا ايه ده ومحمد مش هيكلمني حمد هيكلمني امتى كده بس لحد ما قابلتني بقى في العروسة وزبطنا ابسطت النهاردة جدا مبسوطة ان انا قلت حاجة اتكلمتي طلعت الجواكي اه اه من الحاجات اللي بسطاني قوي انا اتكلمت وان الناس هتسمع حاجة تانية غير اللي كانت متخيلها او ردنا على اسئلة حاجات كتير قوي منهم انا منهم انت يعني انا انا مش باسأل بلساني انا انا عايز اعرف برضو اه انا برضو غمضة شوية اه مش غمضة يا سالم انت ساكتة ساكتة مبتتكلميش او الكلام احيانا عنديك ملوش لزوم يعني اه ده اتكلم لي مبلاش بالضبط خلي اللي يقول يقول انا بالنسبة لي مبحطة شوية اوحشة مش مهم بروزها يا عم بالضبط اكبرها اكبرها لك انا محبش الهاري بس اش اكتر بس سهل النهاردة الحمدل اللي عارفنا كل حاجة عن سلمة متولي بس ده كان الهدف يعني لي بصراحة ان كنت اعذر مرسيها سلمة اقودك النهاردة بردت مرسيها محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة